مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ترانز رجعنا لكم بعد أجازة طويلة جدا بسبب رمضان والعيد وطبعا جمعنا لكم كل الأخبار اللي اهتمتوا بيها على السوشيال ميديا ودلوقتي هنبتزي زي ما عودناكم دايما بفقر ترانز of the week مباراة الأهلي والزمالك انهيار والد حبيبة العيد وأطفال غزة مباراة الأهلي والزمالك دايما بتتصدر التراند من قبلها بأيام وده طبعا اللي حصل في الماتش اللي تلعب يوم الاثنين اللي فاته وكان فيه أكتر من لقطة تصدرت التراند على كل وسائل التواصل الاجتماعي ومنها الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي المباراة كمان كانت التراند رقم واحد على جوجل وكمان على موقع اكس اللي هو طبعا تويتر سابقا ومش في مصر بس ولكن في الوطن العربي كله وزي ما تابعنا كلنا انتهت المباراة بفوز نادي الزمالك نتيجة اتنين واحد وطبعا ده في الكمة المية سبع عشرين في الدوري المصري الممتاز الفيديو اللي احنا شايفينه دلوقتي كان واحد من اكتر الفيديوهات اللي اتصدرت التراند خلال الايام اللي فاتت وزي ما احنا شايفين الفيديو متصور من داخل او الجلسة من جلسات محاكمة المتهم في قضية حبيبة الشمع والمعروفة اعلاميا باسم فتاة الشروق والحقيقة ان مشاهد انهيار والد حبيبة وبكاءه الشديد اول ما شايف اصائق المتهم في وفاة بنته كانت من المشاهد اللي اثارت في الناس على السوشل ميديا وانتهت الجلسة بالحكم بمعاقبة اصائق بالسجن المشدد 15 سنة والغاء رخصة القيادة وغرامة 50 الف جنيه صحيح العيد خلص من ايام بس لسه فيديوهات احتفالات اطفال غزة بالعيد متصدرة الترند على كل السوشل ميديا وخصوصا الفيديوهات اللي بتصور فرحة الاطفال بالهدوء النسبي اللي بيعيشه القطاع حاليا والحقيقة انه موجود كتير فيديوهات لكن احنا اخترنا منها الفيديو اللي حنشوفه دلوقتي مع بعض واللي كان بيحتفل فيه اهلنا في غزة مع الاطفال وسط البيوت المدمرة تماما تعالوا نروح نشوف الفيديو ونرجع نكمل كلام وبكده نكون خلصنا فقرة ترندs of the week خلال الفترة الاخيرة بقنا بنسمع كتير جدا عن البودكاست وفجأة وبدون اي مقدمات البودكاست ده بقى هو الترند رقم واحد لدرجة انه كتير جدا من صنع المحتوى سويا على اليوتيوب او الفيسبوك او اي حتة اتحولوا لعمل البودكاست وهنا كان لازم نسأل نفسنا ونقول هو يعني ايه اصلا بودكاست وهذا اللي بنشوفه حوالينا في كل السوشيال ميديا والتلفزيون ده اسمه بودكاست ولا ايه هي الحكاية عشان كده هيكون دلوقتي معنا مدخلة مع الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن في البداية عايزين نعرف من حضرتك ايه سر انتشار البودكاست بشكل كبير جدا خلال الفترة الاخيرة اهلا بيكي سعيد طبعا انتو بتكلموا في موضوع شغل الناس سالا وترند الانتقام شهر الاخيرة دي لكن هو طبعا مش جديد خالص انا يمكن من 2015 مثلا كان اول مرة احضر محاضرة في مصر عن ما هو البودكاست لكن يمكن اللي حصل في سطرة الاخيرة انه توفر الامكانيات التقنية لتسجيل البودكاست ونجح بعض النماذج منه دفع كتير ان هما يعني يقرروا التجربة زي كده لم حصل في موضوع الانفلوينسر والبروجة لما لقوا الناس على اليوتيوب بيعملوا ارباح فبقى وكتير بيعملوا كده اعتقد البودكاست كمان فتح الباب لمجادة كتيرة يعني ان هي تدخل يعني الناس كتيرة انها تدخل تجرب لكن يمكن بشكل فاقل الحد اللي ممكن نقول يناسب الجمهور وعشان كده خلينا نقول احنا هنبدأ بقى مرحلة فر يعني يبدأ الناس تقتار بعد كده اللي تتفرج عليه زي ما حصل بالزبط في السوشال ميديا قبل كده على السوشال ميديا بلاتفورمز يعني اه هو هو زي اي زي اي يعني تطور رقم جديد في الانتاج الاعلامي بيحصل انه الناس بتقلد والناس بتنسخ ومع موجود منصات كتيرة وموجود كمان الابليكيشنز بتاعت العجاني بقى بينزل عليها بودكاست فبقى فيه اتاحة يعني طبعا لقوا وسيلة للبس بجانب طبعا البودكاست المصور ده مثلا ما كانش موجود لما احنا درسنا البودكاست في البداية ما كانش موجود موضوع البودكاست طبعا انه ينزل على اليوتيوب انه فيه تنبي يكلموا بعض لكن لا وانه فيه نات بتفضل انها تتفرج على الناس ويتتكلم مش تسمعوا بس يعني البودكاست كان معمول بالاساس عشان هات تسمعوا هات الموصلات مظبوط يعني زي الكتب الصوتية زي اي محتوى صوتي زي الراديو بالزبط طب هل حضرتك شايف انه اللي بيتقدم ده بودكاست فعلا ولا مجرد ناس يعني عجبها الفكرة يعني بتهيقلي ان البودكاست زي ما حضرتك قلت الاول كان صوت فقط وبعدين دلوقتي يبقى صوت وصورة وبعدين بعد كده بنشوف فيه برامج على التلفزيون عاملة بودكاست والمفروض انه يعني يبقى بس على الانترنت على حد علمي مفروض فحضرتك شايفا ده ايه هو فيه مرحلة تكريب لكن خلينا فكله بيجرب كله بيستخدم ادواته يعني لو واحد عنده شاشة عنده منصة اونلاين وعنده شاشة تلفزيون ولاك ما نحطه على اثنين لكن الصح او اللي احنا درسنا عند البودكاست لازم يكون بيقدم حاجة ماينفعش تتشاف يعني حاجة ينفع تبقى الصوت وهو عبارة عن نوعين يهم شخص بيتكلم في قضية معينة وهو بس اللي بيتكلم فيها يهم حاجة اقرب للحوار ولكن حوار بيعتمد اكتر على عنصر الصوت يعني بيعتمد اكتر على اننا مش محتاج اركز مع الملابس مش محتاج اركز مع الدكورات تراما تخلى في الموضوع الدكورات وملابس والاضاءة احنا كده بيعمل انتاج تلفزيوني او عبارة تلفزيوني ولكن يعني اصلا الفرن بيبعش فيه العطاط مفيش ان انا اخرج فاصل مفيش ان انا اسمع رأي جمهور لكن البودكاست الاصلي اللي احنا يعني عارفين تعريفه هو محتوى صوتي فقط وهو بيكون صوتي فقط لان المحتوى بتاعه او الكنتنت بتاعه بيكون المفروض ان هو حاجة بتشد الانتباه جدا 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 فما بتبقاش محتاج ان انت تشوف صورة بالتأكيد وكمان يكون الموضوعات مش نفس الموضوعات المطروقة في التلفزيون ناس بيضتوا فبرات معينة ناس بيضتوا نصايح وهو بتبقاش كمان طويلة يعني المفروض ان احنا يعني يبقى 30 ديئة 45 ديئة عشان حجم انتباه الانسان وهو ساي او حتى هو بواف في المطبخ او حتى هو بيسمع قاعد بيسمع عادي يبقى 30 ديئة 45 ديئة متقسم 3 ا4 سيجمان لكن احنا مثلا في بودكاستات موجودة على اليوتيوب وعمل نجاح كبير وكل حاجة 3 او 4 ساعات فده دي معناه ان انت عشان كده بيبدو يجزقوها ويستجريموا التقنية فخلينا نقول انها كلها محتويات او انتاج رقمي لكن مش كلها ينفع تبقى بودكاست بالمعنى الحقيقي للجملة فاللي عايز يدخل بودكاست لازم يبقى محدد هو هيعمله زي ما يقول الكتاب ولا هيعمل منتج رقمي وهيسميه بقى بودكاستي بتاعته هو طيب حضرتك شايف ليه البودكاست بقى ترند وقريب قوي من الناس لا بصي هو موضوع قريب ومش قريب هو دي هي بتبقى مراحل يعني ممكن بعد فترة يبقى حاجة تانية يعني عايز اقولك من سنتين مثلا او وقت الكورونا كان الترند دي هو التيك توك كله بيعمل فيديوهات قصيرة كله بيعمل برودكس وكام ده كله يمكن التوفر المايكات وتوفر زي ما تنفع التزيع ده وان الموضوع مش محتاج مهند الصوت محترف ده زود موضوع البودكاست في فترة دي في بعض الشباب بعض الناس فعلا بيحاولوا يعملوا حاجة مميزة اتلاقي بودكاست متخصص في مهنة متخصص في صناعة في بودكاست مثلا شباب بيفهموا في مجال الصوت عامين بودكاست مع المعلقين الصوتيين ومع اللي بيعملوا دبلاج فاذا دي يعني برضو كل ما يكون البودكاست متخصص كل ما بيقرب اكتر من الملمح الاساسي بتاعه او يكون شخص يعني ربنا بديله مهارة الكلام وعنده موضوع فبيطلع يعمله اما البودكاستات اللي شافنا فترة اخيرة بتاعت اننا في الاخر هطلع حور فنان ينفع كده كده اعمل مع نفس الحوار ده في برنامج تلفزيوني فهو بس مجرد استجدام الاسم بس اليفطأ لكن مش معنى انه بودكاست حقيقي يعني يعني حريك شايف انه هو ممكن يكون موضة وهتخلص ولا هو اللي جاي في صناعة المحتوى لا 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 الصناعة المحتوى دي كل فترة هتفاجئنا لانه دي ممكن زكاء الصناعة بعد شوية يخش نلاقي بودكاست معمول بأصوات ناس متوفية وبنسمع قصة حياته لكن هو هيبقى مرحلة فيها زيادة جدا وبعدين هتبدأ تحصل فلطارة بقى لان في الاخر الميزة الارقام هي اللي بتبين ايه الناس بتتفرج عليه او بتتبع ايه ده غير طبعا ان المفروض بعد في الحد دلوقتي هو غير مربح اللي طبعا اللي بنزل على اليوتيوب فالمفروض انه لما سمعنا عنه في امريكا بيبقى فيه رعاة للبودكاست عشان بيبقى فيه رعاة لازم يكون عندي مين اللي بيسمعك واللي بيسمعك ده انت مستهدف مين يعني انا هحط ليه راعي هبقى راعي ليه البودكاست انا مش عافت من جمهوره حتى لو بتسمع كتير نتيجة ان ما فيش تركيز على موضوع معين يعني الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن واشكرا جدا على وجودك معنا وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب خلونا دلوقتي نروح نشوف فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل بقية حلقتنا استنونا وده معادنا مع فقرة السوشال لاب اللي بنشوف من خلالها ازاي المشاهير بيستقدموا السوشال ني اخرها في مسلسل اشغال شقق لتعارض في موسم رمضان عشرين اربعة وعشرين وحقق ردود افعال ايجابية على السوشال ميديا خلال اسبوع الاول من شهر رمضان كمان دلوقتي بيحتفل بنجاح فيلمه فاصل من اللحظات اللذيذة والفيلم من تأليف شريف نجيب واخراج احمد الجندي وبيشاركه في البطولة هنزهد محمد تروت والطفل جان رامز وعدد طبعا من الفنانين وحقق الفيلم اجمالي ارادات اكتر من 24 مليون و348 ألف اتنين ولقينا ان هو عنده على الفيسبوك 4 مليون و600 ألف متابع وهو بيتابع خمسة اكاونت بس من الفيسبوك للانستجرام بيتابع هشام ماجد 4 مليون متابع وهو عامل فالور حوالي 519 اكاونت منهم ستاند اف كوميديونز انفلونسرز وكمان نجوم من الوسط الفني زي باسم صمرة اسماء جلال ومية عمر هشام ماجد نشر تقريبا اكتر من 1104 صورة وفيديو الاكاونت كله عبارة عن مشاهد اعماله واهمهم مسلسل اشغال شقة اللعبة في المحام اللقب وتسليم اهالي وغيرهم والكواليس كمان لها نصيب كبير جدا من الاكاونت نشر اكتر من 10 فيديوز لكواليس اعماله والمعروف عن هشام ماجد صدقاته داخل الوسط الفني فنشر اكتر من 20 صورة بتجمعه مع نجوم كتير واخر بوس نشره عن نجاح فيلم الجديد فاصل من اللحظات اللذيذة وبكده نكون عرفنا حشان ماجد بيعمل ايه على السوشال ميديا مسلسل الحشاشيني كان طبعا واحد من اهم المسلسلات خلال شهر رمضان وقدر ان هو يتصدر الترنت طول الشهر تقريبا وده بسبب كتير من التفاصيل اللي اهتم بيها المسلسل سواء على مستوى القصة او الديكور او الازياء والملابس وبما ان المسلسل كان بيتكلم عن فترة تاريخية مهمة جدا وممكن تكون غمضة شوية هيكون معنا النهاردة ضيف كتابه اتصدر الترنت خلال الفترة الاخيرة وخصوصا انه بيعتبر واحد من اهم الكتب اللي رصد التاريخ الحشاشين منورنا في الستوديو الدكتور عبود مصطفى الكاتب والناقد للأدبين اهلا بيك اهلا بيك كيفا معنا بحضرتك احنا اول حاجة عايزين نعرفها ايه قصة الحشاشين احنا بنشوف كتب كتيرة كلمة عن الحجبة الزمنية دي وكل شوية حاجة بتختلف في القصة فاحنا عايزين نعرف مين هم الحشاشين طيب تمن بداية الحشاشين دول طائفة الطائفة دي طائفة اسماعيلية يعني ايه اسماعيلية المسلمين اختلفوا السنة وشيعة في الواقعة الشهيرة اللي كانت بين سيدنا علي وسيدنا معوي فضلت الامامة تمتقل من علي بن ابي طالب عند المذهب الشيعي الى ابناءه لغاية ما وصلت الى الامام جعفر الصادق الامام جعفر الصادق كان عنده ولدي اسماعيل وده ابنه الكبير خلاص وموسى القازم ده الاصغر اسماعيل مات في حياة ابو تمام فانتقلت الامامة الى ابنه الاصغر لكن اتباع اسماعيل قالوا لا ده ماتش ده تم عمل جنازة وهمية له حتى لا يلاحقه العباسيون الخلافة العباسية وانه هو عيش فنشأ الطائفة اسمها الاسماعيلية طيب اللي قبل الطائفة الاسماعيلية كانوا الشعي طائفة الاسماعيلية فبقى عندنا طائفتين كبارة الاسماعيلية والاسماعيلية حسن الصباح كان احد الذين ولدوا يعني في عام 1037 ميلادية فكان ولد في اسرة اسماعيلية فكان معتقدوا الاسماعيلية حتى عمر 17 سنة لكن في عمر 17 سنة اتعرف بأحد دعاة الاسماعيلية وتم تحويل مذهبه من 12 إلى الاسماعيلية وبعدين بقى ولاقه للاسماعيلية وجي مصر قاعد في مصر عدة سنوات لغاية ما طرد منها طردوا الوزير بدر الدين الجمالي فبقى ولاقه للاسماعيلية فبدأ ينادي ويؤسس ويدعو للاسماعيلية في بلاد فارس وبدأ يؤسس قلعة ألموت أو اشتراها وسكن فيها لغاية ما الخليفة المستنصر بالله الفاطمي وهو كان اسماعيلي مات فحصل برضو نفس الخلاف إن ابنه المستعلي ولا ابنه نزار فكان حسن الصباح يؤيد نزار فنزار ده تم خلعه من ولاية العهد وبعدين سجن في الإسكندرية ومات في الإسكندرية فأخذ يدعو له حسن الصباح هو أسس طائفة الحشاشين النزارية النزارية من الإسماعيلية ونشق بعد فترة عن الدولة الفاطمية وبقى له طائفة أو جنود أو رجال يعرفوا باسم الحشاشين أو الأساسين دي البداية دي الفكرة يعني الفكرة بدأت من هنا لكن بعد كده بقى فيه مصارات متنوعة ومتعددة لحسن الصباح إنه هو فكرة الإمامة، فكرة الزعامة، فكرة النواي السيطر، فكرة السيطرة على الأدباع، أسليب السيطرة على الأدباع، الجرائم من اغتيالات اللي حصلت طوال ما هو كان موجود، حتى وفاته كانت تمت إزاي؟ فكرة انتقال طائفة الحشاشين من بلاد فارس إلى الشام يعني ودي نقطة مثلا مسلسل ما جابهاش المسلسل اكتفى بالحشاشين بحسن الصباح لكن في أواخر عهد حسن الصباح انتقل مجموعة من الحشاشين إلى بلاد الشام إلى حلب تحديدا وعملوا قلعة ضخمة جدا زي قلعة أليموت اسمها قلعة مصياف وكان شيخ الجبل اسمه الشيخ سنان وشيخ سنان ده اغتال الأمير ممدود وده أول أمير واجه الصلبين وكان لهم محاولات لانغتيال الصراح الدين الأيوبي محاولتين وكان فيه تفاصيل شهيرة جدا مسلسل ما جابش ده لأنه مسلسل ركز على حسن الصباح وقلعة أليموت طيب انت ايه رأي حضرتك في الخط التاريخي والدرامي بتاع المسلسل بصي الحقيقة فيه فرق كبير جدا بين الكتابة الدرامية والكتابة التاريخية المؤرخ لازم يلتزم بالحياد التام والمؤرخ بيرصد الظاهرة أو الواقعة أو الحدث أو حتى الشخصية ويكتب كل ما جاء عنها بحياد من غير ما يضع رؤيته الشخصية طبعا لكن الكاتب الدرامي من حقه من حقه يضع رؤيته الشخصية بمعنى أن حسن الصباح مثلا فيه مصادر غربية بتقول أنه قتل أولاده وفيه مصادر أخرى بتقول لا أنه لم يقتلهم تمام؟ من حق هنا المؤلف الدرامي أنه ينحاز للرؤية التي تخدم مشروعه الدرامي يعني لو هو عايز يطلع شخصية حسن الصباح شخصية دموية أو شخصية لا مشاعر لديها ويستطيع من خلال مشروعه الخاص أو في ظل تحقيق حلمه الخاص أنه يقتل أي حد أو يتخلص من أي حد فينحاز أنه قتل أولاده وده اللي شفتها في المسلسل المؤرخ لا المؤرخ ممكن يذكر الرؤيتين يعني لا يستطيع أن يغفل إحدهما يقول أنه فيه مصادر بتقول أنه قتل أولاده ومصادر لا فالمؤلف الرؤية عنده مساحة أكبر من الحرية عن المؤرخ طيب المساحة دي لها ضوابط ولا ملهاش لها ضوابط طبع أنه هو يفسر الحدث ولا يغير الحدث يعني ما ينفعش أنه مثلا هولاكو هو اللي قضى على قلعة ألموت والحشاشين في بلاد فارس أقول لا حد تاني لكن أقول هولاكو دوافعه لده إيه السبب اللي خلاه يقضي عليهم دي من حقي كمؤلف درامي أن أنا أشتغل عليها طب حضرتك شايف أنه فيه أحداث تاريخية كثير كانت مختلفة عن الحقيقة ولا الحقيقة لا الحقيقة هو عبد الرحيم كمالي يعني كان كاتب قدير جدا من وجهة نظري لأنه قرأ كل المصادر والمراجع المعتبرة وغير المعتبرة الغربية والعربية وأنحاز كمؤلف درامي للي يخدم فكرته فأنا شايف ما فيش كل الأحداث السبتة أو المتفق عليها جاءت في المسلسل كما هي في كتب التاريخ النقاط اللي مختلف عليها اللي هي من حق جدا يعني مثلا زي استخدام اللغة يعني ولا شك أن في الفترة دي ما كانش فيه العمية بتاعت عصرنا الحالي لكن ده ككاتب من حقه وهو الحقيقة مزج العمية بالفصحة يعني نقدر نقولي أن المسلسل كان فيه اللغة التالتة أنا بشوف أن دي حاجة يعني حاليا أحسن لأن أنت بتسهل على المشاهد أن جميع الأعمار ويقدر يفهم أي لغة بتتقال يعني ساعات الناس بتقول مثلا أنا مش حابب أن المسلسل بقى عمي وناس ثانية تقول أنا مش حابب أن المسلسل باللغة العربية وشايف أن هي تقيلة فإن هو يمزج بين الاثنين يعني بتهيألي كمشاهدة دي خدمت جدا المسلسل أنا بتفق مع حضرتك هو الحقيقة كان ذاكي جدا أنه هو ما قدمش اللغة العمية الصرف طبعا اللغة العمية المصرية اللي تختلف كل فترة بقى كل فترة تختلف طبعا واللي تختلف عن العمية العراقية العمية الشامية العمية الحجازية المغربية لا هو استخدم اللغة التالتة زي ما بنقول اللي هي الفصعمية إنجاز بين الفصحة والعمية كان موفق جدا في الموضوع ده لكن استخدام اللغة العمية باللهجات المحلية أنا شيء باعتبره غير جيد لأنه مش هيفهمك العراقي مش هيفهمك الجزائري لكن فيه مستوى أعلى شوية من العمية واللي هو نجح عبد الرحيم كميل جدا أنه هو يستخدمه ووصل لكل الجمهور الحقيقة لكن لو رجعنا لسؤالنا هو استخدم اللغة دي اختار اللغة دي اللغة دي مش هي اللي كانت مستخدمة أنا ذاك لكن من حقه كان مبدع أنه هو يستخدمها بعض الأحداث التاريخية هو اختار فيها مواقف فيه أشياء أخرى ذكرتها زي مشهد الجنة مشهد الجنة ده اللي قاله ماركو بولو وماركو بولو ده لما كان حسن الصباح موجود والقلعة موجودة كان عمره السنتين يعني يستحيل عقلا ومنطقا أنه هو يكون طلع القلعة وشاف المشهد ده دي نقطة النقطة التانية أني قلعة ألمة جغرافية وبحسب ظروف الطقس لا يمكن يكون فيها لأنهار من لبن ولا عسل ولا خمر ولا 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 فمنطقيا وعلميا ما كانش ده موجود فكرة أنه هو بيصنع جنة ويضع فيها بعض الفتيات الجميلات ويطلق عليهم ندول الحور العين ويخدر أتباعه ويدخلوا الجنة المزعومة دي أو المصنوعة وبعدين يخدره تاني ويخرجه ويقول له حب ترجع الجنة فأقتل نفسك أو اغتال فلان أو أو أيا كان السليب السيطرة اللي بيعملها عليه دي في المصادر المعتبرة مش موجودة ومنطقيا وعلميا مش موجودة لكن هو اخترها اخترها وعملها أنا شايف أنه ده تاريخيا مش المحك يعني من حقه يعني من حق عبد الرحيم كمال ما قدرش أقول أنه هو غلطان وأنه هو حرف في التاريخ وأنه هو بعد عن التاريخ ليه ما قدرش أقول كده لأن كل الوقاع السبتة هو بس اختار طريقة كان حسن الصباح بيسيطر بيها على أتباعه والطريقة دي ممكن تكون مش هي الحقيقة التاريخية لكن من حقه ككاتب ينحز لها لأن في النهاية فعلا النتيجة واحدة أن حسن الصباح كان له سيطرة تامة على أتباعه اللي كان بيسابوهم الفدائيين إلى درجة أنه إذا قال لأحد من أتباعه أقتل فلان يقتل أو أقتل نفسك يقتل نفسه فالمسألة يعني في الحدود المسموح به يعني طيب ممكن نتكلم شوية عن الكتابة حضرتك وتقول لنا أنت ليه قرار تانية تكتب أصلا عن الحشاشين الحقيقة الحشاشين في عدة كتب صدرت عنها قبل كتابي منها روايات مثلا لكن الروايات دايما بيكون فيها انحياز رامي يعني زي ما ذكرنا في حال المسلسل ما بيكونش فيها الرؤية التاريخية الضقيقة أو منقشة الأفكار بشكل عام لأن الدراما لها سليفها الخاصة فأنا كان نفسي أن أنا أعمل الكتاب ده والحمد لله عملته لأن استطيعنا أن أقول لك أن كل الطيارات الإرهابية والجامعات الإرهابية اللي موجودة في عصرنا الحاضر مؤسسة على فكرة الحشاشين يعني من أول فكرة السيطرة على الأتباع وإزاي يسيطر على الأتباع فكريا وإزاي يستقطبهم وإزاي يجندهم وإزاي يوهمهم أن هما أصحاب الفكر الوحيد الصحيح وأن هما الجنة زي ما حتى جاء في المسلسل كان حسن الصباح بيسمي نفسه صاحب مفتاح الجنة أن مفتاح الجنة في يديهم هم فقط وأن ما عدهم كافر كل الطيارات المخربة اللي بنعيش أو بتعيش في عصرنا الحالي منها داعش وخلافه كلهم طلعوا من الحشاشين فكان مهم جدا من وجهة نظري ككاتب أن أنا أكتب كتاب عن الحشاشين وأن أنا أناقش أفكارهم وأن أنا أعرض تاريخهم لأن فيه كتاب مهم جدا جدا كان عمله حجة الإسلام أبو حامل الغزالي اسمه فضائح البطنية بنعيش في الكتاب ده أفكار الحشاشين وعقائدهم وطرقهم في السيطرة وكل شيء لكن الكتاب ده لأنه طراصي خلاص ما فيش يعني الشباب أو القراء الجدد أو القراء زمانة ما بيفهمهوش قوي أو مش مقبلين عليه قوي فكان من وجهة نظري أن أنا أعمل كتاب يشرح الفكرة دي والقراء يستفيدوا منه والحقيقة جي المسلسل بعد كده يعني من وجهة نظري يكمل الصورة خصوصا أن فيه كتب كتير تم تدميرها بعدما المهول اقتحموا قلعة ألموت قلعة ألموت لما هولاكوا اقتحمها ودمر حرق كل الكتب اللي كانت موجودة في القلعة يقال ما عدا كتاب واحد كان اسمه سيرة سيدنا سيرة سيدنا سيدنا هنا المقصود به هو حسن الصباح وإن كتاب سيرة سيدنا ده إحنا وصلنا حسن الصباح وتريقه وعمليه وحياته ومن خلال هذا الكتب ففي كتب كثيرة دمرت لكن في مصادر كلمة عن الحشين هي مصادر غير دقيقة منها زي ما قلت الحضر رحلات ماركو بولو لأن ده كان رحالة مش مؤرخ وكان بعد يعني كان عمره سنتين يعني في الفترة اللي كان فيها حسن الصباح فهو أرخ أو كتب بعدها بسنوات طويلة وكتابة غير دقيقة لكن وللأسف مصادر أخرى أخدت من ماركو بولو واعتبرت أن اللي ذكروا حقاق سبتها منها توصيفه لقلعة ألموت منها فكرة الجنة اللي معمولة جواء قلعة ألموت أنهار العسل أنهار الخمر الحور العين إلى آخره حضرتك شايف إيه هي أهمية الفترة دي على التاريخ بشكل عام الحياة الفترة دي أو الحقبة التاريخية دي مهمة جدا لأنها كانت فترة انقصمات وصرعات وكانت الدولة الإسلامية يعني في الوقت ده مقسمة إلى ثلاث خلافات الخلافة الفاطمية في مصر وفي شمال إفريقيا الخلافة الأموية في الأندلس إسبانيا يعني والخلافة العباسية في بلاد المشرق العربي يعني في العراق وبغداد وإلى آخر تمام وبعد كده الخلافة العباسية مسيطرة عليها السلاجيقة والخلافة الفاطمية مسيطرة عليها الوزراء والخلافة الأموية في عصر الضعف الملوك عصر الطواقف ملوك الطواقف الفترة دي إلى حد ما ظهر فيها أفكار جديدة وأفكار كبيرة مسيطرة علينا حتى الآن ممنوع فكرة التكفير عامة التكفير أن الحشاشين أو الملاحدة أو البطنية يعني دي كلها أسما أطلقت عليهم كانوا بيكفروا خصومهم بيكفروا عموم الأمة أهل السنة عشان يبيحوا لهم قتلهم وقتلهم وعلماء الأمة أصدقاط يعني أمثال أبو حامد الغزالي كفروا أيضا الحشاشين حتى أطلق عليهم الملاحدة أو البطنية أو الحشاشين فالفترة دي حتى الآن تؤثر على حياتنا حتى الآن تؤثر على أمتنا حتى الآن تؤثر على أفكارنا حتى الآن بعض التنظيمات بتتعمل وتستقطب شبابنا بمثل هذه الأفكار فمهم جدا أن نعرفها والحقيقة أنا عايز أقولك أن أحد أسباب مشاكلنا الكبرى في أمتنا مش في مصر في الأمة العربية بشكل عام أن احنا معاركنا التاريخية القديمة معارك غير محسومة غير حاسمة يعني كل معركة وكل فكر وكل إشكالية أثيرت من ألف سنة إحنا نغاني من أثارها حتى الآن يعني لما نقارن بيننا وبين أوروبا أوروبا كان في حرب عالمية أولى أو حرب عالمية تانية ماتشها 39 مليون إنسان غير الجرحة عواصم دمرت تماما لكن في النهاية حسموا من الخلاف وعملوا الاتحاد الأوروبي إحنا للأسف إحنا عايشين في خلافات وعمرها من ألف سنة يعني مضت وعايشين في أثارها حتى الآن فمهم جدا أن إحنا نستوعب الأفكار دي ونعرفها عشان على أقل نقدر ناخد خطوة للأمام في فكرة أن إحنا نمح الخلافات اللي بيننا أن إحنا نقيم أسس متينة وقواصم مشتركة بيننا تخلينا فعلا نقدر نواجه الزمن اللي جاي حضرتك شايف أن في تشابه بين حسن الصباح وممكن نقول الزعماء الإرهاب في الوقت الحالي في تشابه إلى حد التطابق من أول فكرة إزاي أجند الشباب دول عشان أدخلهم لتنظيم ما بعد كده فكرة إزاي أسيطر عليهم بعد التجنيد فأخليهم ما يفكروش فيقتلوا يعني حسن صباح كان يقول له أقتل نفسك يقتل نفسه أقتل فلان أو يغتال فلان يغتال تمام دلوقتي مع نفس الفكرة ممكن يروح يفجر نفسه عشان يفجر حد معين أو مكان معين برضو بنفس طرق السيطرة شخصية عمر الخيام شخصية جددية الحقيقة عمر الخيام ده إحنا يعني في المخيلة العربية عنه أنه هو شاعر الخمريات وأنه هو شاعر الحب وربعيات الخيام اللي ترجمت ترجمات عديدة جدا ومنها الترجمة الشهيرة لأحمد رامي اللي غنتها ومن كل سوم لكن الناس لا تعرفش أنه عمر الخيام أيضا كان عالم في الرياضيات ولو أبحاث واختراعات وابتكارات في علم الرياضيات وأنه كان عالم له كمان في الكيمياء فعمر الخيام شخصية جدلية لأنه شخصية كانت لها في العلم ولها في الفن الفن ممثلا في الشعر خلاص ونشأ في فترة أو في حقبة ذمانية اللي احنا بنقولها فقبة حسن الصباح كلها اضطرابات وكلها انقسمات وكلها الصراعات فاللي شافوه من وجهة نظر الشاعر تكلموا عنه واللي شافوه من وجهة نظر العالم تكلموا عنه واللي شافوه من وجهة نظر أنه كان في البلاط السلجوكي وربطته صداقة معه بحسن الصباح تكلموا عنه من هنا جاءت الجدلية عنه لكن عمر الخيام يحتاج أنه يفرض له كتاب وحده يحتاج أنه تعامل عنه مسلسل لوحده كما أني أنا يعني فرصة أني أنوه أن الحشاشين في ناحية الشام قلعة مصيوف وشيخ الجبل السنين يحتاجوا أيضا يتعمل عنهم مسلسل يعني أنا أقترح أني على عبد الرحيم كمال والقائمين على المسلسل أنهما يعملون لنا مسلسل جديد عن الحشاشين في الشام لأن دول استمروا 200 سنة بعد موت حسن الصباح وفي أحداث تريقية مهمة جدا العلاقة بينهم وبين الصالبيين محاولتهم لاغتيال الصلاح الدين الأيوبي نجحهم أساسا في اغتيال الأمير مودود أنا عايز أقولك أنهم عملوا محاولتين لاغتيال الصلاح الدين الأيوبي ففي مرة شيخ الجبل في قلعة المصيوف كان أرسل رسالة مع أحد أدبعه لصلاح الدين الأيوبي تخيالي لأي حد كانوا بيخترقوا الأنظم مع نزاك أنه هو قال صلاح الدين الأيوبي أمرني مولاي قال لا أقول لك الرسالة إلا وحدك فأخرج صلاح الدين الأيوبي كل اللي معاه معده اتنين قال له دول بمثابة أبنائي ودول حراسي الشخصين فقال له لا خرجهم فرفض صلاح الدين فنظر الرسول بتاع شيخ الجبل للحارسين وقال لهم لو أمرتكم الآن باسم سيدكم يقصد شيخ الجبل أنت قتل هذا السلطان ماذا تفعله؟ فجراد السيفيهما وقالوا له أمورنا نقتله يعني حتى طلعوا حراس الشخصين بصلاح الدين من أدبع شيخ الجبل من الحشاشين إلى هذا الحد كان فيه اختراق فيحتاج هذا الحشاشين في الشام يحتاجوا إلى عمل ضرامي كبير يكون مكمل للعمل الأول هو عمل ناجح بكل مقيسه كان مهم جدا ويحتاج عمل تاني فأنا يعني أدعوه من هما يعملوه مسلسل آخر أنا بقى في كتابي جايب الجزء ده يعني كتاب وقصم إلى الحشاشين حسن الصباح وفيه الحشاشين في الشام بل أنا هاخده النهاردة ده أنا هاخد الكتاب ده سعيدني يا فن دكتور عبود مصطفى بشكر حضرتك جدا على وجودك معي النهاردة شكرا كيف عندي وأنا سعيدني مرسي جدا لزوءك وبكده أكون خلصت حلقاتنا نشوفكم الأسبوع الجاي في نفس المعادة إن شاء الله باي باي